يتسرب بهدوء في ثناي الطموح فيصنع صفقاته الناعمة بهدوء حذر ويتحرك بصمت بالغ فلا يدرك خططه أحد حتى تمكن من صناعة مسيرة حافلة بإنجازات ضخمة لم يقوى عليها سواه فما القصة؟ شخصية محيرة وطموح لا ينتهي وصفقات غير متوقعة تقع أسيرة في شباكه بنعومة بالغة فهو أكثر من مجرد عضو في عائلة خليجية حاكمة كما يصفه البعض بأنه رجل كل شيء ومهندس الصفقات الكبرى اغطبوط بأذرع متعددة طويلة لا يصعب عليها شيء وليس هناك مال تطوله دائما ما يتحفز لضربة قادمة فلا يمسى أبدا أنه لا يزال هناك المزيد فكل ما تم إنجازه يحتاج أكثر لتكتمل الصورة إنه الشيخ منصور بن زايد اغطبوط الاقتصاد الإماراتية والذراع الطويلة الذي تبلغ سطوتها كل شيء ويؤكد طموحه أن لكل شيء بابا جاهزا لأن يفتح أمام طارقه مهما كانت الصعاب والعواقب نفوذ كبير وثروة ضخمة وطموح لا ينتهي ترجمة حرفية لمعاني شخصية اللامعة التي لم تكتفي بعد في محيط الخليج العربي وخارجه وينظر لها العالم نظرة طوقير واحترام وينتظر منها المزيد الشيخ منصور بن زايد الذي ولد في شهر العظمى عام 1970 يعد أحد أهم رجلات السياسة الناعمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكتفا يتحمل مزيدا من المسؤوليات الكبرى ويتحفز لمزيدا من النجاحات العظمى كما أنه أحد الرجال الظل في سياسة محمد بن زايد الهادي المتزنة فالأمير صاحب النفوذ العالي يلعب أدوارا متعددة في آن واحد أهلته ليكون من أهم راسمي استراتيجيات السياسة الإماراتية داخل البلاد وخارجها وحصل الشيخ منصور على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة أمريكية قد أهلته لمرافقة والده الشيخ زايد كمدير لمكتبه حتى وفاته في العام 2004 قبل أن يتعمق أكثر في السياسة الداخلية وقبل أن ينطلق أكثر فيتولى رئاسة مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتية ليضبط بخبرته الطويلة اقتصاد بلاده ويهيئ الظروف كافة لإحداث ما هو أكثر في بلاد زايد والتي أدهشت العالم بعلمها وعملها الدؤوب أما في سياق الصفقات الكبرى التي غير الأمير منصور مسارها بدخولها على الخطة فعلى أبرزها هي شراء نادي منشستر سيتي الإنجليزية في صفقة أسطورية تقدر بنحو 400 مليون دولار قبل أن يعيد تدوير ممتلكاته عام 2015 ويبيع أسهم 13% من النادي بنفس المبلغ الذي اشتراه به كما يملك أغلى يقتن على مستوى العالم بقيمة 600 مليون دولار بسبب تجهيزاته عالية الجودة كما يعرف بن زايد بولعه الشديد باقتناء الصقور النادرة حيث حطم الرقم القياسي لأغلى صقر في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.700.000 ريال سعودية بحسب ما أعلنه بائعه هذا بعض مما دار ويدور في حياة الشيخ منصور بن زايد لكن ربما لا تزال الأيام تخبئ لنا ما هو أكثر